اكدت سعادة الاستاذ فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة على ان مواصلة المواطنين والمقيمين في الاقبال على اخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا من خلال التفاعل مع الحملة الوطنية للتطعيم يعكس الوعي الصحي لدى كافة افرار المجتمع مشيدة بالدور المسؤول للمواطن الواعي الحريص على مكتسبات وطنه من خلال شراكة الفاعلة لانجاح الخطط المرسومة لمراحل التصدي للجائحة وقالت الصالح ان الحملة الوطنية للتطعيم وفرت اللقاح الآمن والمدرج تحت مضلة منظمة الصحة العالمية والمرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وذلك بهدف حماية كل فرد من افراد المجتمع من فيروس كورونا مبينة بان اتاحة التطعيم مجانا لكل مواطن ومقيم وبشكل اختياري امام الراغبين يؤكد على ما تليه المملكة من اهتمام بصحة وسلامة كافة افراد المجتمع كونها اولوية قصوى وحول اهمية اللقاح اشارت سعادة وزيرة الصحة الى ان التحصين هو وسيلة بسيطة وامنة وفعالة للحماية من الامراض وان اهمية هذا اللقاح تكمن في الحماية من فيروس كورونا بالسماح للجسم بتطوير استجابة مناعية بشكل امن والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى او السيطرة عليها اضافة الى ذلك فان اللقاح سوف يساعد الجميع بالعودة الامنة للحياة الطبيعية تدريجيا لتوفير وسيلة امنة من اية اخطار يواجهونها جراء جائحة كورونا يسارع العديد من المواطنين والمقيمين باخذ اللقاح المجاني لحماية انفسهم واسرهم والمجتمع ككل وذلك من خلال التسجيل بالموقع الالكتروني والقدوم الى المراكز الصحية لتلقي التطعيم مركز حمد كانو بمنطقة الرفاع اكد رواده على دورهم المسؤول في التكاتف مع ابطال الصفوف الامامية للتصدي لهذه الجائحة وحرصهم على تلقي اللقاح المجاني الى جانب الفرصة التي حضوا بها في مساهمتهم مع فريق البحرين في ادارة العملية الطبية الحمد للارب العالمين هاي المدة الاربعة ايوم هاي اليوم الخامس كان في اقبال شديد من المواطنين والمقيمين من شتى الاعمار من كبار السنن واصحاب الامراض المزمنة والفئات الاخرى طبعا تم التنسيق من قبل ادارة التمريض المراكز الصحية بترتيب وتنسيق العيادات وجاهزيتها من جميع المواد تفاديا للزحمة وطول الانتظار والحمد لله لقينا وعي كبير من قبل المواطنين وفي اخذ التطعيم اول شي سجلت حق التطعيم من طريق التليفون وحصلت مسيج البارحن اي حق المركز الصحي للتطعيم فالحمد لله وصلت هنا اول ما دخلت خذ درجة الحرارة ورحت سجلت وعطوني الابلات وقب بسهولة يعني قعدنا بس مجرد خمس عشر دقائق ونادونا الحمد لله يعني هاي التطعيم مثل ما تعرفوا مثل ما يقولون الوقاية خير من العلاج هذا وابد الكثير من ابناء البحرين اعجابهم بسرعة الاجراءات وسلاستها يتكاتف مع ابطال الصفوف الامامية ليقللوا نسب الاصابات وقطع سلك الاشاعات مؤكدين جميعهم على التقييد بالاجراءات والتعليمات الاحترازية والوقاية للتصدي لكوفيد-19 طبعا تفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة باخذ لقاح كوفيد-19 شجعنا على اساس اللي اليوم ناخذ اللقاح مناظرا الاسباب على اعتبار انه عندي امراض مزمنة فانا من الاشخاص يعني اللي المفترض تكون لهم اولوية في اخذ هذا اللقاح تفاديا ان شاء الله لا سمح الله اصابة بالفيروس هذه اللقاح لعجل سلامة كل مواطن على هاي الارض والله اخلي حكومتنا القالية وهذه خوفان لعجل عيالنا انا سعيد ان افتخر بالبحرين ان اقامت بالاجراءات طول مدة من فبراير او من مارس الى عيو من هاي يعني ما قصرت صراحة دعمت الشعب ودعمت الاقتصاد ودعمت كل شيء ما قصرت هذا وتقع المسئولية الوطنية على كل فرد من افراد المجتمع في الحفاظ على المكتسبات وما تحقق من منجزات طوال مراحل التعامل مع الجائحة فاتباع الارشادات والتعليمات واجب وطني للتصدي لهذه المحنة العالمية فاخذ التطعيم هو الوسيلة الامنة والفعالة للحماية من كورونا كما انه الحاجز الحصين لمنع انتشاره نظرا لما يتمتع به اللقاح من اهمية بالسماح للجسم بتطوير استجابة مناعية بشكل امن فبقاء الوضع تحت السيطرة سيحافظ على ديمومة الانجازات مملكة البحرين تبذل قصار جهدها بسواعد ابنائها في الحفاظ والتصدي على فارس كورونا وذلك من خلال اجراء التطعيمات في عدد من المراكز الصحية بمملكة البحرين وذلك للحفاظ على سلامة وصحة امن المجتمع طلعنا في مركز الاخبار تلفزيون البحرين